انتخب منتدى الدول المصدرة للغاز مرشح الجزائر محمد هامل أمينا عاما جديدا للمنتدى خلفا للروسي يوري سانتورين ببيان لوزارة الطاقة الجزائرية ذكر أن انتخاب الجزائري تولي الأمان العام للمنتدى جاء خلال اجتماع وزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي عقد عبر تقنية الفيديو وضم 11 دولة عضوا بالإضافة إلى سبع دول مراقبة تولي هامل منصب رئيس لجنة المحافظين في منظمة الدول المصدرة لبيترول في 2015 ترأس كذلك اللجنة رفعة المستوى لاتفاقية الجزائر التي مهدت الطريق لأعلان التعاون التاريخي في ديسومر 2016 ما أدى إلى إنشاء تحالف بين أوباك والمنتجين من خارجها والمعروف باسم أوباك بلاس